Variation of shear and bending moment along a beam may be plotted يعني دايما لما بنحسب البننج مومنت والshear force بنسوي الدياغرام سمتاحهم وحتى اغلب الصوفت ويرس المعاصرين لما بترسم اي كاميرا وتحط عليها احمال تعتيك مباشرة البننج مومنت والshear force لو اخذنا كمثال هنا الكاميرا simple supported beam عليها قوة مركزة B اول مرحلة في التحليل هنا بنجيب ردات الفعل فطبعا هنا زي ما تشوفوا هي متبقة في الوسط بالضبط فباللوجيك رح تكون هنا نصف الاحمال متبقة في B والنصف الثاني في A لو عايز تجدهم تقدر ايضا تكتب مجموع الفرصز باتجاه ال-Y بتساوي سفر ومجموع المومنت حول النقطة A أو B بتساوي سفر وتجيب هنا ردة الفعل RB وردة الفعل RA المرحلة الثالثة رح اقطع قبل القوة المركزة وطبعا لما اقطع ارسم ال-V وال-M زي ما تشوفوا هنا واخذ اما الجزء على اليسار او الجزء اللي على اليمين رح اخذ هنا الجزء اللي على اليسار طبعا لو انا عندي هنا كاميرا والدستنس من هنا ال-X وعندي هنا ردة فعل بتساوي P على 2 ارسم هنا الشير فورس V وهنا البنينج مومنت M لو كتبت مجموع الفورس باتجاه ال-Y بتساوي سفر طبعا هذه رح تعطيني مينوس V بلس P على 2 بتساوي سفر يعني ال-V هنا بتساوي P على 2 يعني الشير فورس بيساوي P على 2 لو كتبت مجموع المومنت حول نقطة القص C بتساوي سفر طبعا هذه رح تعطيني M موجب سالب P على 2 ضارب X طبعا سالب لأنها مع عقارب الساعة بتدور بتساوي سفر وهذه بتعطيني M بتساوي P X على 2 وهم النتاج اللي احنا وجدناهم هنا بعدين أقطع مرة ثانية بعد القوة المركزة ورح أسمي المسافة من هنا ل هنا X طبعا المسافة المتبقية هذه علما وأنه هذه كلها L رح تكون L مينوس X وطبق نفس المراحل يعني أكتب مجموع الفورس باتجاه ال-Y بتساوي سفر ومجموع المومنت حول النقطة E هاي النقطة الجديدة للقطع بتساوي سفر وفي الحالة هذه لو كتبت الإكليبرم كنديشنز رح أجيب الشير فورس والبنينج مومنت زي ما شفتهم هنا وفسرتهم قبل ما مر للقطع الثاني وعموما هنا بعد ما حللت وكتبت الإكسبرشن بالنسبة للبنينج مومنت والشير فورس نقدر نرسم الرسمة متاع الشير فورس مثلا لو أخذت هنا ال-V ما بين السفر يعني X بتساوي سفر إلى حدود X بتساوي L على ثنين بالنسبة لي هنا الشير فورس بيساوي P على ثنين وحيكون ثابت بعدين لو مريت للجزء الثاني اللي هو من L على ثنين إلى L بالنسبة للإكس هنا رح يكون الشير فورس بيساوي سالب P على ثنين وبيكون أيضا ثابت فهذا هو الجزء البوزيتيف وهذا هو الجزء النيجاتيف والرسمة هذه كلها تسمى الشير فورس دياجرام بنفس الطريقة أرسم البنينج مومنت يعني المومنت as a function of X لو أخذت هنا مثلا X بتساوي 0 المومنت M رح يساوي 0 لو أخذت X بتساوي L على ثنين البنينج مومنت M رح يساوي PL على 4 وكون كده جبت النقطة الأولى والنقطة الثانية نفس الشيء هنا بالنسبة X بتساوي L عفوا هنا المومنت رح يساوي 0 هذه بالنسبة L وبالنسبة X بتساوي L على 2 لو حسبتها رح تعطيني المومنت بتساوي PL على 4 وهي نفس النقطة هنا طبعاً طبعاً هنا رح أرسم الخط المبين النقطة بالنسبة X بتساوي 0 وX بالنسبة L على 2 2 وأرسم الخط الثاني بيتغير بطريقة خطية زي ما تشوفوا هنا وهنا موسيقى